أسلحة من الجيل الجديد منها ما لم يره العالم من قبل عرضتها روسيا في الساحة الحمراء لمناسبة ذكرى النصر على ألمانيا النازية عام 1945 أبرز هذه الأسلحة الجديدة دبابات أرماتا التي تنتمي إلى الجيل الثالث ولا يوجد في العالم حتى اليوم قذائف يمكنها اختراق دروعها تستطيع هذه الدبابات الحفاظ على حياة الطاقم حتى في حال انفجار ذخيرة الموجودة على متنها أما ميزتها الرئيسة فهي كابسولة مدرعة محمية من شتى أنواع القذائف يجلس فيها أفراد الطاقم وتقع في أسفل الدبابة كما تم تزويد الدبابة بألية تعمير ومدفع من عيار 125 ميلي مترا صواريخ الدفاع الجوي S400 وهي أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا حتى اليوم هذه الصواريخ قادرة على رصد وتدمير الأهداف من على بعد 400 كم وتشمل تلك الأهداف الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز كما يصل مدى المنظومة إلى 3500 كيلومتر وبسرعة ثلاثة أميال في الثانية فضلا عن تمكنها من كشف الطائرات الشبح من الأسلحة التي عرضت أيضا المقاتلات الروسية المحدثة ميج 35 وهي طائرة متطورة للغاية وتصنف على أنها مقاتلة من الجيل الرابع وهي ليست فقط طائرة مناورة قادرة على تجنب الطائرات الهجومية وصواريخ كروز بل أيضا تستطيع تدمير أهداف بحرية وأرضية من مجالات دقيقة إضافة إلى القيام بمهمات استطلاعية جوية الصاروخ الباليستي عابر القرات توبول أم الذي يمكن استخدامه على المنصات الثابتة أو المجميع الصاروخية المتحركة يبلغ مدى إطلاقه أحد عشر ألف كيلومتر ويبلغ طوله أكثر من 22 مترا من الأسلحة المعروضة أيضا صاروخ يارس والمقاتلة الروسية سوخ 35 ومدرعة النمر